قال المبعوث والصيني الخاص شؤون منطقة أوراسيا لهوي الجمعة إنه لا يعتقد أن روسيا وأوكرانيا أغلقت الباب أمام إجراء محادثات من أجل تسوية الأزمة رغم صعوبات تواجه إجراء مفاوضات في الوقت الحالي وقال لهوي للصحافة بخصوص جولتها الأوروبية الشهر الماضي إن الجانب الروسي يقدر رغبة الصين وجهودها من أجل التوصل لتسوية سلمية للأزمة الأوكرانية مشيرا إلى أن خطر تصعيد الحرب ما زال مرتفعا وعلى جميع الأطراف ضمان سلامة المنشآت النووية ربما لا تزال هناك العديد من الصعوبات التي تواجه الأطراف للجلس والتفاوض الآن ولكن من ناحية أخرى لا يوجد نقص في التوافق بين الأطراف على سبيل المثال روسيا لم تعارض أبدا محادثات السلامة ودائما ما أيدت الحل السياسية وقالت أوكرانيا أيضا إنها تعتز بالسلام وترغب فيها أشعر أن الجانبين لم يغلق الباب بحزم أمام محادثات السلامة خطر تصعيد الحرب لا يزال مرتفعا الحرب الحالية لا تزال تتطور وتتصاعد كنت في أوكرانيا لمدة ثلاثة أيام وكانت كييف تطلق صفارات الإنذار كل يوم خلال هذه الأيام الثلاثة لا يوجد أ الثلاثة مرد تابع了